رح منحكي شوية تجميل عند ck medical center مع دكتور سالين نهرة أهلا وسهلا فيك حضرتك دكتور انفارمسي ومديرة ck medical center اللي موجود بزلقة طبعا خدمات كتير رح منرجع هيك نعمل بريفينج سريع عنا ورح منحكي شوية عن تحضيرات لعيد الأم بدنا كل الأمات يكونوا مبسوطين شو مكانت الظروف وبأحلى حالاتهم ما هيك أكيد أكيد أول شغلة بتفتش عليها الست الأم هي النظارة بس قبل ما نشتغل عن النظارة منشوف بالوجه شو فيه مشاكل فيه كتير مشاكل عم نشوفها هلأ علاقة بالأكني سكارز اللي هي السيكاتريس اللي بتبين ما بعد العلاج طبع الحبوب هيدا الشي بتعلج بهيدا الموسم من خلال الراديو فريكنسي جلسة جلستين أو ثلاثة بالشاتوية بتغير تكستير الوجه بتحسن هالأثار للحبوب اللي كتير عم بعينه منا سيدات ورجال عنا كتير رجال عم بيجوا من كرمال هالموضوع دونك متى ما علاجنا الأكني سكارز متى ما علاجنا الرينكلز في كتير ستات بعمر معين كمين بلشوا التجاعيد عندها ما بدأت تلجأ للبوتوكس أو للفيلر بدأت تحسن التكستير دوبو اليوم فيه كمان ديزاباري جديد مثل الفريكشن الـ CO2 ليزر بتنعمل جلسة واحدة ترجع بتجدد كل هيدا المنطقة بالوجه بتحسن التجاعيد تعطيك لوك أصغر بتقريبا عشر سنين هوني كمان للسيكاتريس اللي بالوجه هيدا مش للسيكاتريس هيدا أكتر راديو فريكونسي الـ E-matrix 2 بتشتغل على السيكاتريس داكني الفريكشن الـ CO2 ليزر تشتغل على الـ Rejuvenation على الرينكلز بترجع بتزغر الـ 6 تقريبا عشر سنين تشتغل على الـ Smoking lines لأنه في كتير ستات وحتى رجال بدخنوا بيتضيقوا من هالتجاعيد على التم دونك بجلسة واحدة بتحسن هيدا الشيء وهكي بيصيروا يتحمسوا أنه يخففوا دخان أكيد هيدا أهم شي تخفيف الدخان ماشي دونك إذا رجعوا حتاجوا بيكملوا بشوية filler للتجاعيد الباقي وفي كتير بيجوا بدون يشدوا الوجه بدل اللجوء للجراحة صار في تقنية كتير معروفة هي الـ Altherapy أشهر من أن تعرف ترجع بتشتغل على Joe Line Definition على الـ Double Chain تشقل الوجه بجلسة واحدة بدل اللجوء للجراحة متى ما علاجنا تكستور دوبو متى ما علاجنا رلاشمان فينا نشتغل على النظارة من خلال الـ PRP من خلال المايكرونيدلينج من خلال كذا شغلة ترجع ست بضوة وجه بعد ما نكون علاجنا مشاكل الوجه إذا بضوة وجه قد ما مضوة وجه كل يوم مرسي أنت مضوة أكتر من كلنا رح نروح لعندكم دكتور وساعتها كمان بيصير فيه هيك هالـ Fine Tuning خلينا نقول شوية تجاعيد يمكن بوتوكس للجأرة لشوية أشياء هيك خسفة بالوجه هون بتصير يمكن أقل حتى الفيلر أو البوتوكس ما بنعد مضطريين أنه نزيدها أكيد هن البوتوكس والفيلر آخر شي بيعالجوا مثل ما قلت كافاين تونيغ يعني تاست اللي عاملة ما ينعرف إنها عاملة هالتقنيات نحن بحاجة لكذا جلسة أو جلسة أو اتنين بيكفوا إجمالا اليوم التقنيات كتير حديثة دون جلسة أو جلستين بيكفوا لنتيجة كتير حلوة كتير منح وأكيد بترجعوا أنتو بتعطوا البروتوكول اللي لازم ينعمل فيه من الأول نعطي البروتوكول فيه ناس بركيا منو بحاجة لهالتقنيات دغرة بينعمل غير شي بس بالإجمال بهالموسم أكتر شي عم نعالج هيدا المشاكل نحكي شوي هيك بشكل شامل أيضا عن الخدمات اللي موجودة بسيكي ميديكل سنتر رح نحكي شوي اليوم أيضا عن إزالة الشعر بالليزر عن أيضا السلوليت الدهون بالجسم شو عم بيكون فيه أشياء جديدة اليوم لإزالة الشعر عم نشوف المشاكل لأنه استحلات تجيين بركيا ديبوصا من العالم مش عاملين ليزر ومش مستفيدين عم بيعملوا 15-18 جلسة كل دكانة فاتحة جايبة مكانية ليزر تشتغل بالعالم تبكي لأنه بترجع بيتكلفوا حتى لو 50 ألف 100 ألف على 18 جلسة بتلعيارات عاملة من الأول مثل ما لازم اليوم الليزر كتير بصر أنه بدو يكون بسنتر طبة بدو ينعمل على أباراة تكون FDA approved معروف شو هي على الإنترنت تعرف أي أباراة عم بينشغل عليها لازم ينعمل جلسة كل شهرين مش جلسة كل شهر لأنه سير بس تعمليه بضايني 3-4 أسابيع بس تضرب بالليزر تضرب بالفوليكول مش الشعرة نوك مفروض يضاين شهرين ترجع يطلع الشعر يلي مرح بأول جلسة مفروض يكون فيه جارانتي أنه بعد رابع جلسة نحنا منضمن النتيجة ما مفروض تجييني عاملة 18-17-20 جلسة وشعر زاد عن موقع تبلشت الليزر يعني بتسعليك كل هالموسم بشوف ناس عاملين ومش مستفيدين بيجعوا ببلشوا مثل ما لازم الليزر اليوم ما نوشي اضطرارة ينعمل مثل ما لازم يخلصوا من الشعر يا أحسن ما ينعمل أربع جلسات يوجولي سبع جلسات بس أبغي لكات خيام نحنا ما بيعدوا يدفعوا لأنه بيجارانتي ريزالت يعني بيصير مثل رتوشات مظبوط صح وإذا ما أخذ ريزالت مفروض مثل ما قلنا مرة بده يكون فيه سبب طبي أو مشكلة طبية من هيك من الأول منشوف إذا فيه مشكلة أرمان من علاجها منرجع من الجألة الليزر إذا ما رح تستفيد ما رح نفوت بالليزر نعم نعرفت كيف خاصة بالوبر بالوج يعني سبقتين بالوج يعني عم نحكي عن كل مناطق الجسم دكتور نحنا منعرف أنه فيه مناطق شوي بتتأخر أكتر من غيرها يعني اللي اللي بدون يعملوا وجه يمكن على الرقبة يمكن حتى الإيدين أوقات بيتأخروا أكتر مضبوط هوني عم نحكي عن أربع جلسات بتضمن أو بتشمل كله وبر الوج ما لازم يندقر بالليزر لازم ينعمل بالإلكتريك لأنه هو حتى لو أخذ شوية وقت أكتر هو سالو سال موين بس ينعمل على وبر بالوج عندي كريسك تواعي تعمل استملاسون فوليكولار لشعر منه موجود ويصير عنده دقن مثل الرجال مثل الكوارث اللي عم نشوفها لكن من الأول لازم يكون العلاج مضبوط ما ينعمل حيال لشي لأنه فينا نقذي بدل ما نفيد وعادة عن أنه قد فينا نقذي الجلد أكيد كمانا أكيد معناتها فيه هون طبيب جلد عم بيكون عم بيرافق ويتابع على الموضوع هذا الشيء كتير مهم كتير منيح خلينا نحكي شوي بلشنا هلأ نحس بيقولش باطلة وشبط ولا بطري حتى الصيف فيه بلشنا نحس بالصيفية بلشنا نرجع نتذكر أنه لازم نكون فت لازم نعمل سبار لازم نهتم بالدايت بس فيه أشياء بتظلم عندي عنا شو الحل أكيد أهم شيء المعينة لأنه بالمعينة منعرف إذا الست أو الرجال بحاجة لعملية جراحية أما بتنحل قصتهم أو قصتهم بدون اللجوء لجراحة إذا بحاجة لعملية اليوم العمليات تطوروا كمانا حتى الست ما تنوجع كتير والرجال كمانا إذا بلا عملية تقنيات كمانا كتير تطوروا مثل الفات فريزينج اللي هي بجلسة أو جلستين بتخفف أكتر شيء بمنطقة البطن بالأخواسير بالكلوت دوشوفال الفلا شايب ثري بتشتغل على السلوليت لأنه بس يكون فيه رلاشمان بأربع جلسات عم بتكون النتائج كتير حلوة على السلوليت وعلى الكونتورينج أكتر شيء بمنطقة الفخاد بمنطقة الكولوت دوشوفال لونك ما في حدا نجا وعمل فلا شايب ثري ما شايف نتيجة بعد أربع جلسات لأنه بتنشغل مثل ما لازم وبتقنية حديثة صارت أشهر من أن تعرف الفات فريزينج بعد الترند ماشي يعني الدعب يقدروا يستفيدوا من الناس إذا بنا نحكي هيك شوية بورسنتاج كيف عم بتصير وأيها أهم وكيف بتقدروا تحددوا الحالة يعني إذا فلا أو فات فريزينج اليوم حسب سماكة الفات بالجسم بيقدر ينعرف إذا بتفيد الفات فريزينج إيه أو لا إذا ما بتفيد الأفضل إنها ما تنعمل وإذا بتفيد بيكون في سماكة الفات معينة بتشتغل عليها إذا سماكة الفات أكتر من مال ماشين أفضل لجوء للجراحة إذا هي ضمن الاستفادة بيستفيدوا بجلسة أو جلستان ما بحاجة لأكتر الفلا شايب ثري بتشتغل على غير شي الفات اللي هو أكتر سيبرفيسيال على الرلاشمان دوبو على السلوليت والترويات اللي هن بيبينوا بيكونوا كتير مزعجين عند أكتر من 90% من النسوين بالشرق شو حلت السلوليت غير الفلا شايب ممكن يكون في أشياء بتساعد أيضا أكيد الأكل ما فيك تجي تعمل الفلا شايب ثري وتخبصي بالأكل ما فيك ما تشربه ماي في كتير أشياء بتنعمل في كتير أشياء بتنعمل en complement من التراتمان لأنه إذا التراتمان عمل واللايف ستايل بالمقابل منه مثل ما لازم نشرب ألكول كتير مندخي ناكل منخبص وما منهز عن الصوف هذا الشيء ما بيفيد يعني أكيد فيه كمان إذا بغيلا شد العضل دونك ترجع بتشغل الفاس بيرجع الشايب حلو بس كل هولة كمانة مع اللايف ستايل أكيد الفات أو السلوليت بيرجع إذا هملناها الآن يعني من بعد حتى ما نعمل فيلا إذا وقفنا فيلا أو إذا ما عملنا مينتنس نوعا ما أو إذا ما غيرنا اللايف ستايل طبعا بيرجع السلوليات عم نشوف من بعض العمليات من بعض اللايف ساكشن كتير عم بيصير فيه يعني إذا بنا نقول شوت لقصة السلوليات بيرجعوا بشكل كتير كبير وأكتر من قبل أكيد نحنا عنا دو تيب دو كليانتال عنا الكليانت اللي بتجي قبل كل صايفية بتعمل باكتج وبتنسى جسمها كل الشاتوية بترجع بتفوق عليه بالصايفية وعنا الزبونات اللي ما بيوقفوا يعني بيعملوا التغيطمان بيرجع بيعملوا مانتنانس مرة كل شهرين أو ثلاثة لحتى اللي يحافظوا على النتيجة مثل ما اليوم بس تعملي سبار بتوقفي بيرجع الترهل مثل ما اليوم بتعملي لايبوساكشن بتخبسي بتيرجع الفات يعني اليوم شغلت الشخص اللي لقى نتيجة حلوة بالعملية يحافظ على هالنتيجة أو بندون لجوء لجراحة بس تلاقي نتيجة حلوة بديك تحافظ عليها ما فيك ترجع تخبسي عندي سبونات اجو ان دو ميل ديسات هلأ رجعوا اجو انه قطع وقت سنتين وكاننا شيئا لم يكن انه ما هيك كانت النتيجة كتير منيحة يعني ستة شهر سنة بس هلأ رجعت اجيت لانه انبسطيت ترجع بتعمل أوكي يعني رجعوا بعضهم بحالة جيدة عم نقول هون بعضهم بحالة جيدة بس لو حافظوا على النتيجة ما كنا بحاجة نرجع نعمل باكتج عن جديد نعم التجميل على كل هالتقنيات اللي عم نحكي عنا حتى يكونوا شغل من قبل اختصاصيين طبيين صح فينا نذكروا شوي شو الاختصاصات اللي موجودة عليكم صح نحنا كل حكيم اذا تحبت قولنا لها كل حكيم بشتغل ضمن اختصاص واول شي الوالي الطبيب النسائي دكتور شال نهرة غير عن كل شي اللي علاقة بالولادة كمان نطور ديبارتمنط طبعه بأيليت للطب النسائي بالمنطقة الحميمة تطور كل هالطب بتقنيات حديثة عنا طب الجلد عنا دكتور جريس عبيت كمان اشهر من انتو عرف عنا جراحين تجميل عنا دكتور بيشتغلوا بكل شي اللي علاقة بمشاكل الشريين الفيزيكل تيرابيست تشتغل بالسليميق نوك قناقي ناكيب ميديكال ضميرية كل حكيم بيشتغل ضمن اختصاصه واكيد من راعي ظروف العالم خاصة بهالأوضاع الصعبة قدمى فينا بالرغم من كل شي عم بيصير حوالينا صحيح لانه اليوم كمان صعب بالنسبة لقلكم انتو كبروداكتز وماشينز وغيره قبل ما نخطم خليني احكي شوي عن النساء الحوامل نحن عم نحكي عن عيد الأمة بدنا ننسى النساء ياللي فيوتر بدون يصيروا أمهات أكيد النساء الحوامل الأكتر مشكلتين بيعانوا منا ما بعد الولادة هي مشكلة التشاؤقات الجلدية بزعل بس تجي ستفكر انهم ما قلوا العلاج لازم يتعلجوا بأقرب وقت بعضهم حمر بتكون النتيجة كتير حلوة مثل ما عم نشوف بعد جلسة كتير تحسنوا بعد جلستين ما عادوا موجودين ما في حدا عم بيجي يعالج التشاؤقات الجلدية إلا ما عم بيكون كتير مبسوط لأنه هيدا المشكلة تشوف جسمها تغير تشوف جسمها تشقق هيدا أبشع شي معقول والترهل والترهل كمان بيتعلج التشاؤقات كتير من أصعب المشاكل وحتى الفاريس ما بعض الولادة بيبينوا أو بيزيدوا كمان بيتعلجوا يا من خلال السكليغو تغابية من خلال الليزر كمان كتير تطور بهذا الدماء وأكيد الساليوليت قلنا أراد أنه في الفيلا الشايبي اللي بتقدر كمان تساعد في جراحات عندكم ولا كله غير جراح نحن جراحات نعمل أنستيزيا أكيد كتير نلجأ لجراحات للبليفارو بلاستي لشد الوج كمان سوزانستيزي كل شي مثلا بينشال الفات من محل ما مفروض يكون بهذا المحل بيتعبى بمحل تاني أكثر شي بالوج دونك أكيد في لجوء لجراحة الليبوسوكشن الميني أبدومينو بلاستي كل هؤلاء الأشياء بتنعمل ودكتور لليان بتكون كل وقت نحكي عن أنستيزي فعلا مخضرمي بالموضوع أكيد بدي أليك تانكيو دائما تعطينا هيك إذا بنقول إيجابية بنرجع بنتحمس أنه نهتم بحالنا من أول وجديد شكرا لأليك دكتور سالين نهرة من سيكاي ميديكل سنتر بريك ومنرجع شكرا للمشاهدة